اهلا بكم في ناشة الرياضية تأهلت فرق مركز شباب السهل الجنوبية ومركز شباب السفر ومركز شباب الزلاق ومركز شباب سلمباد للدوربع النهائي من النسخة الرابعة لدور خالد بن حمد للمراكز الشبابية وسط حضور جماهيري تفاعل مع المستويات اللافتة التي قدمها لعبو الفرق خلال هذه المرحلة ومن المنتظر ان تستمر الاثارة في الدور نصف النهائي الذي سيستأنف يوم الاربعاء حيث ستشهد مواجهة اليوم لقاءات الدور قبل النهائي لدور دو الإعاقة الجميل في هذا التجمع ان يأتي الشباب في هذه الفترة من العام الدراسي اللي هي فترة الصيف حقيقة فترة الفراغ ويعملون مع بعض ويلعبون مع بعض ويطورون مو بس المهارات الرياضية ولكن الذهنية وكذلك روح الألفة والمحبة بينهم وهذا الشيء مكسب كبير حقيقة لابد أن ننظر إليه بكل فخر في الحقيقة هذه الفعالية مو جديدة على سمو الشيخ خال بن حمر فهو رائعي لمثل هذه الأنشطة الرياضية الشبابية لا شك أن هذه الأنشطة في الحقيقة فيها فائدة كبيرة لعيالنا من شباب البحرين وأحييت فيها إشغال لوقتهم في الصيف وفراقهم في أشياء مفيدة والله هو شيء أحسن لعب طبعا موب بجهدي فريخ كله شاء لني لو موب فريخ كله كان ما حصلت أفضل عفل المباراة ووالله شباب ما قصروا يعني هاي جائزة موب لي حق الفريخ كله الحمد لله على كل حال لأننا احترمنا الخصم والخصم ند موب سهل وماشاء الله تبارك الله فاجعونا الشباب الحورة والقذيبية بس ربنا لك الحمد الشكر رب العالمين وقف معانا ومثل ما قدتش احترمنا الخصم وفزنا في المباراة توجه منتخبنا الوطني للأشبال لكرة الطائرة بطلا للبطولة الخليجية الثانية للأشبال والتي اختتمت مساء أمس على صالة الاتحاد بمدينة عيسى الرياضية وهذلك بعدما حقق العلامة الكاملة وفز في ست مواجهات ليحفظ على لقبه الخليجية الذي احرزه في النسخة الأخيرة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة العام الماضي وبعد نهاية المنافسات قام رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة بتتويج جميع المنتخبات الأربع المشاركة الخطة والاستراتيجية لوضعها مجلس الإدارة مشكوري اعتقد احنا حين بدين نحصد ثمارها شاركنا بهذا الفريق في عدة بطولات هذا العام وختام هذه البطولة هي بطولة الأشبال لدول مجلس التعاون اعتقد ان احنا هذه المنتخب بنعمل على اعداده حق الفترة الغادمة واحنا هدفنا بطولات العالم ان شاء الله في 2017 يكون هذا المنتخب هو المنتخب الجاهز للمشاركة بهذه البطولة اللي ان شاء الله بتحتضنها مملكة البحر ونبقى مع المنتخبات الوطنية حيث حقق منتخبنا الوطني الاول لكرة السلة انتصاره الثاني على التوالي وذلك بعدما تغلب على شقيقه المنتخب السعودي بنتيجة 68 مقابل 64 نقطة وذلك في الجولة الثانية من البطولة الخليجية الخمسة عشر لكرة السلة المقامة في الشارقة ليرفع رصيده من النقاط لأربع نقاط منفردا بصدارة الترتيب العام للمنتخبات الخليجية ترجمة نانسي قنقر